احذروا ركوب البحر، نرجوكم لابتعاد عن السواحل إن أية محاولة لتجاوز هذه التعليمات سيكون ثمنها أعماركم لا داعي للاقتراب أو التصوير حتى ورود تقرير شامل بشأن حركتها المتوالية من الأعماق إلى السطح وما زال احتمال أنها مدفوعة من كيانات مناوئة واردا تحذيرات متتالية في سوريا من كائن غامض يحكم السواحل فماذا يحدث في المياه الإقليمية السورية؟ خوف سيطر على السوريين من ظهور هذه الكائنات التي فرضت سيطرتها على المياه الإقليمية وأدرجها الصيادون ضمن قائمة الخوف التي يحذرونها ويحذرون كل من يريد ارتياد البحر منها فما سر الظهور الأخير للكائن الغامض؟ حكمت السواحل السورية بهيئتها الغريبة وحولتها إلى ساحة للخوف إنها الكائنات البحرية الغامضة التي لم يعد لخبير قدرة على تحليل أسبابها ولماذا اتخذت المياه الإقليمية السورية وجهة لها؟ وبدأ البعض يظن أنها أتت من وجهة غامضة أو من كيانات مناوئة لسوريا فما تاريخ هذه الكائنات؟ بدأ ظهور هذه الكائنات المريبة منذ ثماني سنوات في المياه السورية واعتبرها الخبراء المعنيون بعالم البحار كائنات غير معلومة التصنيف وهو ما رفع حالة الحذر منها إلى الدرجة القصوى توالت بعد ذلك تقارير حول مخاطر هذه الكائنات على الحياة بعد لمسات غير مقصودة من الصيادين وهواة الغوص بمجرد لمسة واحدة لهذه الكائنات يقترب الإنسان من النهاية بعد حالة تحول مفاجئة تطال الجسم البشري المواقع التي رصد انتشار الكائنات البحرية الغامضة فيها لم تكن ظاهرة للجميع فقد استوطنت القطع الصخرية المتناثرة على الشواطئ وهو ما يجعل مرتدي هذه الشواطئ هدفا مباشرا لتلك الكائنات لذلك أصبحت سلامة أي شخص يحاول ارتياد السواحل السورية مسؤوليته الشخصية خصوصا بعد الظهور الغريب لآخر هذه الكائنات إنها السباحة الشفافة ذات الأسنان والتي كان ظهورها الأول قرب شواطئ مدينة طرطوس ولقد أعاد ظهورها المخاوف من الكائنات البحرية الغامضة على السواحل السورية بدأ السوريون يراقبون هذا الكائن ووضعوا قائمة تحذيرية ينظرون بها أنفسهم من مخاطر الكائن الجديد الذي بدأ الانتشار على السواحل وأصبحت صور السباحة الشفافة معروفة لدى الجميع عليكم توخي الحيطة والحذر من الشفافة لبسلقية بهذا التحذير انطلق نداء السوريين إلى رواد الساحل إنها ذات مظهر يثير الخوف في القلوب مع بروز هذه الأسنان التي جعلت السوريين يحبسون أنفاسهم حال الاقتراب من بحر باتت بعض مناطقه محرمة عليهم أظهرت نتائج التتبع أن السباحة الشفافة وصلت إلى المياه الإقليمية من البحر الأحمر وتبين أن شفافيتها تتغير بمجرد التفاعل مع أي مصدر للهوى لكنها أضافت إلى السوريين مخاوف جديدة من ظهور الأحياء البحرية الغامضة ومنذ أيام تعالت التحذيرات من السباحة الشفافة عقب ظهورها في بانياس لكن الخائفين منها قرروا اعتبار البحر ساحة محرمة عليهم للنجاة بأنفسهم من هذه الكائنات حتى بقية الكائنات البحرية أصبحت هدفا مباشرا لهذه السباحة الشفافة التي تحولها إلى لقيمات يومية سائغة لها فهل سيتمكن الصيادون من حماية أنفسهم منها؟